الوقت يعني الان هل تعتقد اننا ما زلنا نعيش في مرحلة انتقالية اريد احتيش كلمة للتاريخ اي فضل اريد اتكلم كلمة للشعب العراقي وللتاريخ هذه تمام الشعب العراقي نظلم بهذا موضوع المسائلة والعدالة ليش اللي عنده ظهر ومسنود ما حد يتقرب عليه شلون واللي ما عنده ظهر مظلوم ورايح طايح اي جاني قبل شهر ضابط من ضباط نينوة شارك بعمليات التحرير مشلول شلل نصفي اسمع هذه الكارثة والمصيبة يا ساد نجم اتمنى اه على سيد رئيس الوزراء اسمع هذه المظلمة واجه للجنة من الالفين واربعة هو عايد للخدمة واخذ استثناء من الهيئة مشكور الهيئة انصفتها اي جى شلل نصفي مصاب مرتين طلقه بالرأس بمعارك التحرير بمعارك التحرير وقبلها بالالفين وخمسة الفين وثمانية مصاب بطلقه بالرأس ومعارك التحرير مصاب بطلقه اخرى بالرأس ولديه شلل النصفي اي جى كتاب عليه قبل شهر بدون راتب طلع يقول لي زين وين اروح اقلها علاج ليه ما الشلل النصفي اتعالج بي راتب تقاعده ليش ما مشمول شمسوي مساءلة وعدالة يعني كان مساءلة وعدالة المساءلة مستثميته منطيته استثناء يعني كان انسانية بس وزارة الداخلية وزارة الداخلية بلغته تبليغ رسمي وطلع ذاكية يعني وين يروح يعني بس ادس السؤال يعني اذا اذا ما عدنا مروة يعني العراقين هالنخوة وهالمروة اذا راحت عدنا المروة اقرأ على البلد السلامة هذا الرجال ذاكية ما يعرف من يعيشه يعني العلاج مالتم شلل نصفهم سوى عملية سوى عملية في سبيل تبقى ايد ورجل تشتغل عنده يقول هس علاج اشتونا عايش نفسي بالعلاج سيد ميزر يعني انت مسلم وانا مسلم يعني عندما جاءت رسالة السماء الى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله سلم كان هناك كفار آذوا محمد والرسول والاسلام وآل البيت وفيما بعد اصبحوا مسلمين وكانوا من اشد المقاتلين دفاع عنها هسا احنا ما نعرف ما نعرف على اي دين على اي شلوك سياسي على اي منهج على اي عقيدة هذا اجره يقع على من يا اخي كان بعثي والبعث كان نظام ديكتاتوري وكان نظام كذا على القيادات السياسية على القيادات السياسية ورأساء الكتل على على القيادات السياسية ورأساء الكتل خطاة اي طفل حاليا اه ما عنده ملبس بسبب بسبب هذا الشي اكو ناسك اكو قيادات اكو قيادات امنية وقيادات مجلس النواب اكو قيادات وزراء والله هذا هذا مسنود هذا ما حد يقدر يندقب حيطه هذا هذا الضغط بالنشارة بالعمل يافتر اشتركوا في القناة